الله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكفاء السلام عليكم الذين اصطفى على سيارة النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحبته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام ونبدأ بإذن الله تعالى كتاب مناسك الحج يعني أنا متعب جدا فسأخذ بابيني أو ثلاثة من هذه الأبواب وبعد ذلك إن شاء الله ونبدأ أنا أريد مناسك الحج طويلة جدا نحتاج لمن يصبر معنا يكون الأمر مرس كما قال نحتاج من يصبر معنا من أجل أن ننتهي من كتاب الحج تصبرون أنبئوني بالله عليكم تصبرون أم لا المسألة فيها مشقة لكن هل تصبرون ناسي من الورود بأسره هناك في الجزائر نعم تصبرون أم لا طيب كتابه مناسك الحج باب طيب أنا متعب جدا الآن سنأخذ بابا أو بابيني وبعدين إن شاء الله سأكون المرس رضي نوعك أسمى مع إني ما زلت أريد أهش من رأس قال باب وجوب الحج أخبارنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي أو المخرمي قال حدثنا أبو يشام واسمه نغير بن سلم قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد وعن أبي هراية رضي الله عنه قال عليكم السلام وكاتب قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الله عز وجل فرض عليكم الحج فقال رجل في كل عام فسكت عنه حتى عاده ثلاثا قال لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت ما قمتم بها ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فده أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجئ تنبوه وقال المصنف رحمه الله تعالى أخبارنا محمد نحيا عن ابن عبد الله أن سابوري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أبنى موسى بن سلم حدثنا عبد الجليل بن حميد عن ابن شاب عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج فقال الأقرى بن حابس أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت فقال لو قلت نعم لوجبت ثم إذن لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة ولكنه حجة واحدة الحج واجب على المستطيع بنص الكتاب والسنة وإجمع أهل السنة قال الله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله فهو واجب عنده على المستطيع واجب على المستطيع وأيضا من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس حديث الباب إن الله عز وجل فرض عليكم الحج فرض عليكم الحج فأنا فيها دلالة بهذا الباب آمين آمين رضا معه سعيد قال قال فرض عليكم الحج فالحج مفروض فرض عليكم الحج ومن السنة أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع عز وجل يقول لبك عن شبروما قال حجشت عن نفسي قال حج عن نفسك ثم حج عن شبروما الله أكبر يا رب يجعني أنا وأنت فعرف يا أحمد وندعو والله يتقبل منا يا رب أمين يا رب أمين يا رب أمين ضع منا خير كثير وهذا بذنوبنا الله يسترعينا رب ويتوب علينا وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب فرض الله عليكم الحج فرضاه ففيه أدلالة على فرضية الحج فقال الرجل أفي كل عام قال لأقلت نعم لو وجبت هذه استدل بها بعض العلماء على أن النبي السلام مشرع ولسي ناقل للشرع قالوا لأنه قال له قلت نعم لو وجبت فهي أدلالة أنه مشرع وهذا خطأ هنبين بل إن النبي السلام ناقل للشرع وليس مشرعا لقول اللہ تعالى ما على الرسول إلا البلاغ المبين قال إنما على رسولنا البلاغ المبين إنما قال الله تعالى يا رسول بلغ ما أنزل لك مرابك ونمتفعل فما بلغت رسالتها بلغ وفيها دلالة واضحة جدا أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ فقول هنا لو قلت نعم لا وجبت يعني لو قلت نعم بالوحي الذي أتاني أنه في كل عام لم استطعتم أن تقوموا بذلك لذلك قال لو قلت نعم لا وجبت ولا وجبت ما استطعتم ما استطعتم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنت جاءك شيء عنه يقول سمعت وعطعت واسكت سكت عن شيء لا لا تبحث عنه سكت عفوا ففي العفو ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم شيء فاخذوا به ما استطعتم يعني إذا أمرتكم شيء فلا بد يكون استطعتم هنا لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم شيء فاخذوا منه ما استطعتم فالمسألة واقف على الاستطاعة وإذا أمرتكم عن شيء فاجتنبوه يعني واجب عليك يعني تجتنبوه وأيضا عن ابن عباس رضي الله عن أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب عليكم الحج يعني واجب عليكم في ذلك الحج رضي الله عنك سره فقام رجل أيضا وقال في كل عام قال لو قلت نعم لوجه ثم إذن لا تسمعون ولا تتعون ولكن حج ولكنه حجة واحدة يعني في العمر مرة ونسألهم حج حجة واحدة وحتى لما حجة بنسائه وش قال له لهن قال لزمن الحصر لزمن الحصر وبين هنا رحمة الله لعباء بالعباد في التشريع بأنه شرع لهم الحج مرة واحدة في العمر والإله عن الناس حجة البيت من استطاع إليه سبيله باب وجوب العمر قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعباء قال سمعت النعمان ابن سالم قال سمعت عمر بن أوس يحدث عن أبي رزين أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمر ولا الضعم قال في حج عن أبيك عتمر هنا في قول حج عن أبيك عتمر فيها دلالة على وجوب العمرة ولأنه أيضا قال وأتم الحج والعمرة لله وقال الشفاء اختران العمرة اختران العمرة بيع الحج هي لأبد لأبد فحضرت الأمري أن العمرة واجبة على المرء في العمر مرة وقد ورد الحديث العمرة واجبة في المسلم لم يصح ورد أنها أليس بواجب هي نفل أيضا لم يصح عن جابر وعن غيره ولأصعد ملجوب حتى يتدليل وقد جاء الدليل بقول وأتم الحج والعمرة لله ولقول حج عن أبيك واعتمر حج عن أبيك واعتمر فالعمرة واجبة في العمرة مرة كالحج وبعد فضل الحج المبرور رمضان بسنة يعني أبي صالح عن أبي رؤية رد الله عن أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة والعمرة العمرة كفار لما بينهما وفي ذلك قال الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة طبع الحجة المبرورة هنا كما قال العلماء يعني لا يقتصر لصاحبهم من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل هو دانا يدخل الجنة الحجة لا يسهل له جزاء إلا الجنة والحج المورور الذي ليس فيه مخالفة السنة ولا فيه المعاصي التعدى على حدود الله هذا الحج المورور الحج المورور اتبع فيه السنة من عمل صراحة من ذاك الأونثى وقال قال قال والعمرة كفار لما بينهما طبعا العمرة كفار لما بينهما هذه جاءت الرواية بدلك أي العمرة تكفر الزنوات بينهما والعلماء قالوا هنا الإطلاق في هذا العمرة كفارة مقيد بقوله مجتونبة المقتالة مجتونبة الكبيرة يعني يكفر ما بينهما من الصغائر والصحيح أن نقول حتى لو حملنا هذا على ذاك فإن الطمع في كرم الله الفعلاء يؤدي إلى أن النسان حتى في الصغائر حتى في الكبائر بعمل يسير يمكن أن يغفر لأمرأة كانت تزني كل ليلة وسقط كلبا وكانت صديقة في ذلك فأدخل الله الجنة غفر لها كل ما مضى وأدخل الجنة فالعمرة طول العمرة كفار لما بينهما نقف عند هذا وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعْلَةِ الثُّرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعْلَةِ الثُّرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا فَذَافِقُونَ كَسُقْيَ الْمَاءِ كَانَا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِي النَّقِيَّا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِي النَّقِيَّا فَأَخْلِصْنِي يَتَرَبِّي وَبَارِكَ عَلَى شَيْخِ النَّبِيلَ الْخُلُقِ وَالضَّاحَى الْمُحَيَّا